فتحت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم مقتفية أثر الخسائر في آسيا إذ أججت النتائج الضعيفة لمسوح المصانع في الصين مخاوفة بشأن النمو العالمية وانخفض مؤشر يورو فورست 300 لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.6% بينما هبط مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو بنسبة 0.7% وفي أنحاء أوروبا هبط مؤشر فينانشل تايمز البريطاني بنسبة 0.67% بينما نازل كاكر فرنسي بنسبة 1.07% وعدكس الألماني بنسبة 0.84%